أهل الخير في محافظة حمص مستمرون خلال الشهر الفضيل بتجهيز السلل الغذائية حيث تم تسليم الدفعة الثانية من مبادرة خبز ملح إلى عدد من الجمعيات الخيرية في المحافظة التي بدورها ستقوم بتوزيعها وفق الخطة الموضوعة للأسر الأكثر احتياجا نحن مستمرين بالخطة المرحلة الثانية بمبادرة الخير المبادرة للأطلاقة السعيدة الأولى مبادرة رمضان الخير عن طريق مبادرة خبز ملح مستمرين بالتوزيع عن طريق مؤسس الشؤون الاجتماعية والعمل طبعا بيسير الغذائي وقسائم مالي توزع عن طريق داتا معينة بتطبيق خبز ملح ومثل ما نشوف كل يوم في عنا تجار وصناعيين جادة عم يقدموا معنا ويساهموا بهالمبادرة شاركنا بهذه المبادرة بتوزيع عشرين ألف سلي توزع على الجمعيات الخيرية في مدينة حمص وإن شاء الله كمجموعة نحن مستمرين بالعمل على توضيب السلات الغذائية لتصل إلى أصحابها وإلى محتاجيها بشهر رمضان شهر الخير إن شاء الله نحن اليوم كجمعيات الخيرية نقوم توزيع السلات المقدمة من خلال مبادرة خبز وملح والموضوع كنفق معين وضعتها الشؤون الاجتماعي والعمل والمحافظة والهدف الوصولي الأكبر عدد من العائلات الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم وهذا واجبنا كسوريين نكون مع بعضنا دائما تم الاتفاق على هذه المبادرة الاجتماعية بالتنسيق مع مجلس محافظة حمص لتوزيع الإعانات الغذائية على المواطنين المحتاجين والمواطنين المتضررين من جراء العمال الإرهابية في سوريا وفي خاصة مشكلة بمحافظة حمص الهدف المشاركي مساعدة الناس والناس اللي محتاجين من قبل تجار حمص وأهالي حمص اللي مقدرين أنه يقدروا يقدموا يعني لو جزء بسيط للناس اللي محاجي بهالظروف اللي عم تمرن فيها البلد وهالظروف الصعبية يا الله السنة رح تكون عدد سلات كبير منحسن نكون شوي مع هالناس يعني بهالظرف اللي عم تمر في البلد المبادرة مستمرة مع التبرعات اليومية من المساهمين وهذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفدين ما يعكس قدرة المجتمع السوري على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة خاصة في شهر الخير والبركة الأخبارية السورية مصامة ديوب حمص